الله، هذا الكتاب عبارة عن جزئين، شوف هذا جزئين، لاحظ جزئين لطيفين إن شاء الله يبال للأخوة هذا جزئين لطيفين جداً، شوف ها، هو المفروض يطلع فيه مجلد واحد لكن لماذا؟ لأنه عبارة عن مئتي سؤال كان مما سئل إياها في برنامجه الذي كان في أحد القنوات الفضائية العربية وآجاب عن بعضها وكثير منها، يعني الوقت ما أسعى في الإجابة عنها فجمع الجميع وأخرجوا في هذا الكتاب مع تدقيق فيه وإضافات وأخرجوا مئتي سؤال جعل كل مجلد فيه مئة سؤال، وسماه أسئلة بيانية في القرآن الكريم وهي كل واحد مواضع يسأله المشاهدون لماذا قال الله هنا وما قال كذا، لماذا قاله هنا وهنا قال كذا كلها يأتي بها، يأتي، شوف هذه الطريقة، هذه طبعا جزء الثاني، هذا الأول، شوف هذا الطريقة مكتوب السؤال الأول، هذا السؤال الأول، هذا السؤال الأول، قال الله عز وجل في سورة البقرة هذه السؤال لماذا كذا، الجواب كذا، كل هذا السؤال الثاني، كل الكتاب على هذا المنوال حتى تم مئة سؤال في المجلد الأول، ثم مئة سؤال هذا في المجلد الثاني ولا تقول إنه مشان البقرة وقف في نصف القرآن ثم نصف الجمجة الثانية، لا أخذ إلى كامل القرآن ثم عاد أخذ مرة ثانية إلى كامل القرآن بهذه الطريقة وفق الله الكتاب من إصدارات دارب كثير شكرا